هنسمع دلوقتي سؤال تالت يعني احنا اخترنا ان احنا نبين لحضراتكم الاسئلة عشان تشوفوا برضو الناس بتبعت لنا ازاي بقى ريحية وبكل يعني انطلاق عشان انتوا تتشجعوا وتعملوا كده يلا بينا نسمع السؤال ده اللي جالنا برضو في رسالة صوتين الخير يا دكتور أنا عندي طفل عنده أربع سنين هو بس المشكلة انه هو حسن هو بيدهته شوي في الكلام هو ده مش بيحصل على طول بس أنا بحس ببعيد الكلمة كده مرة بيفدار يقول اه اه كده مش بيدر جمع الكلمة على بعضه هو ده وقت بيحصل له لما مثلا قدع عقله لما يبقى مجدود وعايز يتكلم بسرعة فهل ده طبيعي ولا هو محتاج اخصائد خطوب طيب زي ما سمعنا كده السؤال طفل عنده أربع سنين الام بتقول حسن هو بيتهته في الكلام مبدئيا كده التلعثم في الكلام التلعثم طبعا هو باللغة العربية التلعثم له أكثر من شكل مش مجرد تحته خلاص يعني فيه أشكال من التلعثم والتلعثم أحد أشكاله التكرار يعني أن الطفل يقول الكلمة مرتين حلو يبقى هو عنده كده تلعثم اه عنده تلعثم يعني الطفل ده عنده أحد أشكال التلعثم بس فيه حاجة هنا مهمة قوي عمر الطفل الطفل ده عنده أربع سنين وفيه حاجة تانية مهمة برضو هقول لها لكل وقت عمر الطفل عنده أربع سنين هو طبيعي أن الطفل اللي عنده أربع سنين يحصل له تلعثم الإجابة آه والحقيقة أن التلعثم ده بيحصل هقول لكم دلوقتي حاجة وحضراتكم يعني اللي عندهم أطفال في العمر ده هيسترجعوا كده الزاكرة وهيردوا على طول في بداية تعلم الطفل الكلام يبتعد الطفل يتكلم مثلا عنده عمر سنتين أو ما قبل ذلك بحاجة بسيطة يبدأ نطق الكلمات الأولى وبعد كده يبتدي يتكلم يتكلم خلاص وبعد كده يبتدي يتقن الكلام حلو الكلام تمام بيحصل الكلام ده مثلا عن سن ثلاث سنين ثلاث سنين وعنص أربع سنين يبتدي يتكلم وفيه كلام لسه ما بقاش عارف يقوله أو الجديد عليها بعد ما الطفل يكون بيتكلم كويس ناس كتير قوي تقول إيه أنا فجأة ابني ابتدى يتهت أو ابتدى يتلعثم أو ابتدى يحصل بقى أشكال هما فيه ناس مش عارفة أن مثلا التكرار ده أحد أشكال التلعثم التجمد يعني أن الطفل يقول الكلمة يعني يقول الجملة ويقف عند حتة كده ما يكملش وعايز إيه الإيماء الحركي خلاص الدفع بقوة أن الطفل يبقى مثلا بيتكلم وهو كنه بيخرج كده الكلام أو كنه عايز يتخلص من حاجة كل دي من أشكال التلعثم تمام كده طيب هو ده طبيعي أنا برجع بسأل أقول فيه حاجة اسمها التلعثم الطبيعي التلعثم الطبيعي آه التلعثم الطبيعي ده ولما تعرفوا سببه يعني هتتبسته أو التلعثم هنا بيحصل نتيجة أن العقل عقل الطفل ما شاء الله يعني اتطور بشكل قوي وأصبح سرعة الأفكار في دماغه أكتر وأكبر من قدرة الطفل على نطق الكلام بمعنى أن الطفل مثلا لما يبقى مبسوط أوي اكسايت زي ما احنا بنقول نقول له مثلا ده احنا هنروح الرحلة الفلانية يقول له هنعمل كده و هنعمل كده و ممكن مش عارف ايه و هناخد اللعب شفتوا أنا عملت ازاي حصل ايه اللي حصل هنا أن فيه أفكار دارت بسرعة في عقل الطفل خلاص المتطورة هو لكن لسه قدرته على ترتيب الأفكار و نطقها بشكل طبيعي بدون لخبطة لسه القدرة دي مش قوية مش بنفس قدرة المخ شفتوا أنا عملت ايه يعني المخ هنا هو النطق لسه هنا هو عايزينه الاتنين يجوا جنب بعض خلاص طيب ايه اللي بيحصل تاني في السؤال هنا برضو ايه اللي بيحصل الأم بتقول لما بزعقله الطفل اللي ما بيرتبك لأنه لسه الطفل في العمر ده اللي عنده أربع سنين اهي بتقول لما بيحصل لما زعقله أنا بفتكر معاكو السؤال او يكون بيتكلم بسرعة يتكلم بسرعة دي احنا شرحناه او لما زعقله الطفل اللي بنزعقله او بنهجمه او بنفجأه كده يعني بنحصره لسه ما عندوش يعيني آليات ترتيب أفكار وآليات الدفاع عن نفسه فبيرتبك فالارتباك ده أول حاجة تظهر فيها هو التلعث أنا كده بشرح لكم ايه المواطن او ايه المواقف اللي بيحصل فيها التلعث بشكل طبيعي ان الطفل ما عندوش مشكلة مرضية يبقى بيحصل لما الطفل يكون عمره مثلا اربع سنين او خمس سنين وافكاره اتطورت عقله اتطور اكتر من قدرته عن نطق وهقول لكم عن يعمل دلوقتي او ان الطفل يتعرض لموقف هو مش عارف فيه يتصرف فيه او جديد عليه او بيشعر فيه بقلة الحيلة زي ان احنا نزعق له او نتهمه بحاجة انت عملت كذا فيقول لها ما عملتش حاجة انا يبتدي يدفع عن نفسه وبيستدع يعيني اي مخزون من آليات الدفاع عن النفس بطريقة لفظية وبيلاقي ان هو مش لاحق او مش عاقل فممكن يكرر الكلمة ممكن يتهته شوية فهمتوا قصدي؟ طيب نرجع للاطفال اللي لهم اتطور اللي لهم كل الاطفال بالمناسبة يعني كل الاطفال فيه وقت ما من عمرهم بيتهتهوا عشان تبقوا عارفين او بيجي لهم تلاعص واق اهو ده المخ اهو ودي قدرة الطفل على النطق هل الصح ان احنا نخلي المخ يتفكر ببطء؟ لا المخ كويس المخ تطور المخ شاطر الصح ان احنا نرفع مستوى الاداء اللغوي هو ينفع؟ طبعا ينفع ازاي؟ لما حضرتك تلاقي ان طفلك ابتدى يتلعثم او ابتدى يتاهته انا اقولكو على طريقة فعالة جدا جدا تمام؟ هدي اقاعه يعني ايه هدي اقاعه؟ يعني اقوليله بالراحة بالراحة انا مش سمع كويس انا مش ملحقتش اسمع انت بتقول ايه انت كنت بتقول ايه تاني انت كده بتهدي اقاع نطقه خلاص وبتجيبي كأن المشكلة عندك انت فهمتي قصدي؟ يعني كأن انت اللي عندك مشكلة انت اللي ما فهمتيش خلوا بالكو قوي من الحكاية دي حضرتك اللي ما فهمتيش حضرتك اللي ما سمعتش كويس مش هو اللي تكلم غلط خدتوا بالكو من الحكاية دي انت بتقوليله كده او حضرتك بتقوله كده انا ما سمعتش كويس انت كنت بتقول ايه بس تتكلم بالراحة عشان انا افهم عشان انا افهم هيبتدي الطفل يقول لك أنا بقول لك يا ماما كأنه بيشرح لك يبقى بهذه الطريقة إحنا رتبنا له إيقاع أفكاره إنه يعبر عنها بطريقة أفضل وفي نفس الوقت خلنا يعبر بطريقة أصبت أو أكثر دقة يبقوا لتنين يجوا جنب بعض يبقى عقله المتطور زي ما هو خلاص سرعة الأفكار بس هدناها شوية عشان تدي أردر من المخ تدي أردر لآلة النطق في الجسم يبقى الطفل يتكلم على مهله مش مطلوب إنه يتكلم بالبطيء يعني لا بس هيتكلم أكنه هو زي ما أنا بقول أكنه بيشرح حتى هتلاقوه الأطفال دايما لما بنعمل معهم الحكاية دي تلاقوا الطفل زي ما يكون زهقان اللي هو إيه أنت مش فاهم ليه فيقول إيه أنا قصدي إنه مش إنه إحنا لما نروح المكان الفلاني نبقى ناكل آيس كري عشان المكان ده إحنا ناكلنا فيه آيس كري قبل كده آه فتبتدي إنتي تبيني له أو إنت تبين له كأب أو كأم آه أنا كده فهمتك بتكرار هذا الأمر بيبتدي الطفل يتعلم حاجة اسمها التحكم في إيقاع التفكير ومش هيتحكم فيه بنسبة 100% وعلى فكرة الحاجة دي بتحصل أصلاً للكبار ده أنت يعني لما حضرتك كده كنت مخطوبة وإنت يعني أمهو دلوقتي حضرتك كنت مخطوبة أو يوم إراية فتحتك أو يوم ما جايين لكوا البيت عشان يتعرفوا عليك وبتاع بتلاقي نفسك بتتكلمي في مليون حاجة مع أختك مع مبتك مع قريبت هو أنا مش عارف إيه هو أنا كذا طب هو أنا شعري بتلاقي نفسك لأن انت بنقول إيه ملبوخ خلاص كده فالحكاة دي بتحصل حتى للكبار يعني ما تقلقوش أهم حاجة إيه إن إحنا في الوقت المناسب إحنا عايزين نطور الطفل عايزين نعلمه خلاص هنا بنتحكم في إقاع التفكير حتى أيامها حتى تلاقي إيه بقى لو عندك أم كده إن شاء الله يعني تبقى ممتك تقولك إيه دي كل حاجة في مكانها الحكاية دي بتحصل أيام الفرح وأيام مش عارف إيه وكلام أنتوا فهمين بقى قصدي كلكم يعني تمام لما الحكاية دي بتحصل بتقولك إيه دي بالراحة كل حاجة موجودة عايزة تقولي إيه إحنا بس خلينا كده عشان ما نتلبخ عشان ما ننساش حاجة بالراحة دايما كده الناس بقى الكبار الكبار في المقام مش الكبار في السينية بتلاقيهم هما اللي بيهدوا الإيقاع مطلوب بقى من حضرتك كأبا ومن حضرتك كأم أن تهدئي قليلا من إيقاع الأفكار مش هتبطئيها ولا حاجة مش هتتجاهليه وتشجعي قدرة الطفل على النطق السليم من خلال استخدام وسيلة فعالة جدا وهي أنك تطلبي المعونة تطلبي المساعدة أنا مش فاهمة قل لي تاني كده عسنا أنا ما سمعتش كويس أنا ما فهمتش أنت كان قصدك إيه هيبتدي الطفل يشرح بتكرار هذا الأمر يبتدي الأمور توصل في نصابها الطبيعي الموضوع زاد بعد كده أو عدم استجابة بنلجأ إلى تخصص أمراض التخاطب